بما ان موضوع التموين والسلع هو حديث الساعة فاول خبر تواصل الحملات الامنية لملاحقة مطلوبين بسيناء واغلاق منطقة العمليات ده خبر خاص بالقوات المسلحة وكلنا تابعنا ان الفترة الاخيرة بتشهد عمليات من قبل القوات المسلحة ومنطقة سيناء ملتهبة وسمعنا عن فكرة اعلان حالة الطوارئ في بعض المناطق ففي تواصل الحملات الامنية بسيناء ربنا يوفق جنودنا وقواتنا المسلحة وان شاء الله يقدوا واجبهم على اكمل وجه